انخفض صاف الاستثمار الاجنبي خلال شهر شباط الماضي بمقدار 384 مليون و 400 الف دينار نتيجة بيع شركة اوجي ميدل ايست هولدنج اللبنانية حصتها في البنك العربي الى مستثمرين اردنيين و عرب بصفقة حجمها 794 مليون و 400 الف دينار وظهرت الاحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بان قيمة الاسهم المشترى من قبل المستثمرين الاجانب في اول شهرين من العام الحالي بلغت 704 مليون دينار مشكلة 47.6% من اجمال حجم التداول الكلي وقيمة الاسهم المباعة من قبلهم بلغت مليار و 100 مليون دينار ليسجل صاف الاستثمار انخفاضا بمقدار 396 مليون دينار وفي التفاصيل بلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين العرب في اول شهرين من العام الحالي 446 مليون و 800 الف دينار شكلت ما نسبته 63.5% من اجمال قيمة شراء غير الاردنيين في حين بلغت لغير العرب 257 مليون و 300 الف دينار وشكلت 36.5% اما قيمة عمليات بيع المستثمرين العرب فبلغت مليار و 22 مليون دينار شكلت ما نسبته 93% من اجمال قيمة بيع غير الاردنيين اما غير العرب فبلغت 77 مليون و 400 الف دينار شكلت 7% وبذلك تصبح نسبة مساهمة الاجانب في الشركات المدرجة في البورصة 47.7% من اجمال القيمة السوقية شكلت مساهمة العرب 36.1%